اشتركوا في القناة نحاول كما عددتم أيها الأخوة والأخوات من خلال هذا البرنامج أن نسلط الضوء على مختلف الجوانب من خلال استضافة المحللين والمختصين والعديد من أبناء اليمن على مختلف المستويات الذين نساهم معا من خلالهم ومن خلال المحللين وضيوف البرنامج في تسليط الأضواء على تداعيات هذه العاصفة عاصفة الحزم الموفقة المباركة بإذن الله تعالى قبل أن أبدأ أود أن أشكر زميليا لافي الرشيدي وهلال الرحيمي الذين ناب عني في حلقتين الجمعة والسبت على التوالي ونبدأ على بركة الله حلقة اليوم ويسعدنا أن يكون معنا في الأستوديو الشيخ عبد الحكيم بن عشان بن عجاج النهدي من شيوخ اليمن حياك الله الله سلمك أهلا وسهلا حياك الله والحمد لله السلام وأيضا لأستاذ الكاتب والمحلل السياسي اليمني المعروف الأستاذ أحمد رناح أهلا وسهلا وسيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من واشنطن الدكتور الصادق خلف الله رئيس المجلس البحريني الأمريكي أهلا وسهلا دكتور دكتور تسمعني أهلا وسهلا تصحيح بس رئيس المعهد الأمريكي الدولي نعم اسمعك المعهد الأمريكي الدولي رئيس المجلس البحريني الأمريكي الأمريكي الدولي إذن هذاك الصادق خلف الله عمر نعم حياك الله دكتور رئيس سابقا نعم حياكم الله وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة التي تستمر حتى موعد نشرة أخبارنا القادمة الثانية عشر والنصف بتوقيت الرياض نبدأ مع الشيخ عبد الحكيم يعني إذا كان تضعنا في آخر الأخبار لوصلتك من اليمن اليوم كان في أخبار عن يعني انضمام معداد كبيرة يعني بالآلاف من الجيش اليمني إلى الشرعية وفي حديث أيضا عن بداية مشاكل بين الحوثيين وبعض المجموعات المحسوبة على الرئيس المخلوع بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسيني سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أول الحمد لله بفضل الله طبعا اليوم فيها تأييد من قبل المنطقة الأولى المنطقة الأولى العسكرية وهذا المنطقة الأولى في حضرموت في الوادي والصحراء والمنطقة الأولى هي طم أكبر ألوية بالنسبة للجيش اليمني وفيها يعني حوالي خمسة عشر ألف ما بين ضابط وصف وجندي فهذا تأييد من رب العالمين على البغاه يعني ولا يوجد حاضن حاضن لا شعبي لعوان إيران في اليمن بشكل عام واليوم البيان حق قايد المنطقة الأولى عبد الرحمن عبدالله الحليلي وأيضا بيانها صدرت من قبل قبائل الوادي والصحراء بشكل عام في سيون تأييد لعاصفة الصحراء وعاصفة الحزم أظهرني من الجيل القديم يعني باقي جياد هانا أظهرني عقل الكويت حربة تحرير الكويت نعم عاصفة تحرير الكويت عظم عشرين سنة خمسين سنة فالحمد لله الحمد لله يوما عن يوم تسيل الغمة والفضل الله ثم لكن مدى صحة الأخبار التي تأتي من يعني هناك من يصدر خبرا أو تقريرا من هذا النوع ثم يأتي من يناقضه لكن أنت كأحد المشايخ اللي ما في شك أنه لكم دور كبير جدا أيضا في يعني دعم التوجه وقيادة أبناء القبائل إلى مساندة الشرعية بالنسبة لأنه نحن يعني عامل مهم في هذا الأطار لكن الناس كلها مقتنعة بشكل عام يعني قيادة عسكريين ووزعهم القبائل وهذا نتيجة اليوم التأييد القيادة المنطقة الأولى وحتى هيئة العلماء أصدروا أيضا هيئة العلماء الحمد لله فالأمور جيدة جدا وللأفضل إن شاء الله اللهم لك السيد أحمد أيضا يعني كاستهلال لهذه الحلقة على آخر التطورات على الأرض يعني كما سمعت اليوم من المتحدث الرسمي مسلشار سموزير الدفاع وأيضا التقارير الواردة من أرض الميدان يبدو الآن الصورة بدأت تتضح بشكل أكبر طبعا طبعا الضربات في 24 ساعة الماضية كانت ضربات نوعية وكانت دقيقة حققت أهدافها بنجاح كبير أيضا تسببت في إرباك القوات والميليشيات الحوتية التي على الأرض لأنها استهدفت كثير من التعزيزات وكثير من المواقع الدفاعية لهم هناك تقدم في جبهة مأرب على الجبهتين الجبهة الغربية والجبهة الشمالية الغربية تقدم لرجال المقاومة الشعبية مسلودين ببعض ألوية الجيش خسائر كثيرة في الأرواح والعتاد وهناك أسرى حوثيين في هذه الجبهة أيضا معنويات المقاومين عالية جدا وهناك انتصارات ملموسة وحققوها على الأرض ومن وليد في الواقع هو حقائق وليس كلاما عاطفي لا لا حقائق واقعية أنا متواصل عنهم مع الحدث وقريب من الحدث هذا وأنت في برنامج الحدث وأنا في برنامج الحدث المقاومين في اللجان الشعبية في مدينة عتق بالذات هناك عشرات القتلى ظهرت صورهم وهم مرميين في مستشفى عتق أيضا في جبهة عدن هناك تقدم كبير للرجال المقاومة الشعبية وقد استخدموا في الهجوم على المواقع الحوثية الدبابات وهناك تقهقر أيضا للحوثيين في تعز على جبهة تعز قوات اللواء 35 المسنود برجال القبائل في تعز حققوا انتصارات سيطرة على معسكر عفوا على أستاذ الصقر الرياضي الذي كان الحوثيون متواجدين فيه أيضا تقدموا في كثير من النقاط التي كانت تتمركز كان الملعب اللي أشار المتحدث أنه تم قصر وكان يستخدم كموقع لتخزين الأسلحة نعم هم يستخدمون الملعب الرياضية يستخدمون المساجد والآن يستخدمون مساكن المواطنين حتى أنه في الحديدة وفي بعض الأماكن المواطنين الذين يرفضون القبول بأن يدخلون الأسلحة ومن ضدات الطيران إلى بيوتهم أو إلى أحواجهم أو إلى أسطح المنازل تتعرب منازلهم للهدم بعد طرد الأهل والأهالي من البيوت الشغل العصابات الشغل العصابات طبعا وهي عصابات جائية من خلف التاريخ هي لا تعرف لا قانون ولا أخلاق ولا قيم الدكتور صادق خلف الله رئيس المعهد الأمريكي الدولي ضيفنا من واشنطن اليوم الرابع والعشرون لعاصفة الحزم تعليقك عاصفة الحزم حققت أهداف دقيقة في الأيام الماضية وأكثر من مئة ضربة جوية للقصر الجمهوري وأيضا قاعدة الديلمي وقاعدة العند في الجنوب وأيضا المركز السياسي للحوثيين وتلقى تأييد كبير جدا وتوسع في تقبل المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي للتحالف السعودي الخليجي وعشر دول أخرى في عملية عسكرية الأولى من نوعها في تحالف عسكري وتقلص الدولة الأمريكية كداعي للتحرك السعودية هي دولة رائدة في المنطقة العربية والملك سلمان ملك حازم في بداية ولايته اهتم جدا بمواجهة المشاكل العربية والمشاكل الموجودة في المنطقة دول مجلس التعاون حاولت كثيرا وما ذالت تحاول أن تلقى الدعم لحل المشكلة سلميا ولكن الحسن يجب أن يكون ويجب درب بيد من حديد الجماعات الإرهابية الحوثيين والمخلوع صالح لأنه هو وراء كل الدمار الذي حدث لليمن ويريد يعيد اليمن إلى الوراء وكفاه أربعين سنة من السلطة والجماعات الأمريكية المدنية والإدارة الأمريكية تقف بكل حزم مع التحالف والدولة الأمريكية الممثلة في وزارة الدفاع تقدم معلومات استخباراتية لدعم التحالف ونحن نعلم جيدا جيدا أن وراء هذا العاصفة رجال ولا بد من اقتصاص الجماعات الموالية ووكلا إيران في المنطقة الجزيرة العربية نعم دكتور صادق يبدو أنك تعاني من الجانب الفني يبدو أن صوتك يعود إليك مرة أخرى وأنت تتحدث فإن كان هناك معاناة فنرجو من الزملاء على خطوط الاتصال بين واشنطن والرياض أن يتولى حل هذه القضية الساد أحمد رناح قال في معرض إجابته أن الضربات التي تنفذها قوات عاصفة الحزم كانت نوعية وحققت جملة أهدافها في مرحلتها الأولى نتابع هذا التقرير تواصل عاصفة الحزم في أسبوعها الرابع ذكى مواقع الانقلابيين والحوثيين وقوات المخلوع في مختلف المدن اليمنية حيث استهدف الطيران التحالف معسكرات لميليشيا الحوثي وقوات صالح في تعز ونفذت تحالف أربع غارات على معسكر لقوات الأمن الخاصة بالتزام مع ضربات جوية على القصر الجمهوري الذي يسيطر عليه المتمردون إضافة نادي الصقر الرياضي الذي يتخذ الحوثيون مقرا لتخزين الأسلحة يأتي هذا فيما شهدت عدد من أحياء تعز مواجهات عنيفة بين قوات اللواء 35 مدرع الموالية لشرعية هادي ومسلح الحوثي في الوقت نفسه نصبت المقاومة الشعبية كمينا للميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع على خط لحش تعز مستخدمة قذائف الاربي جي مما أدى إلى سقوط عدد منهم بين قتيل وجريح وفي مأرب تمكن رجال القبائل من أسر 13 مسلحا حوثيا بعد اشتباكات في منطقة السرواح وذكرت مصادر محلية أن عناصر القبائل يحاصلون عدد من مواقع تمركز الحوثيين في الجدعان ومجزر منذ يوم الجمعة الماضي في ظل تقدم ملحوظ للمقاومة كما تواصل عملية عاصفة الحزم استهداف الحوثيين وداعميهم من الخارجين عن الشرعية في عدن وتحديدا في مواقع السوداء في إطار الدعم الجوي للمقاومة على الأرض هذا وبثت اللجان الشعبية مشاهد لمواجهات عنيفة مع المتمردين في خور ميكسر أسفرت عن سيطرتها على مقر السفارة الروسية التي كان يتمركز فيها الحوثيون كما تواصل المقاومة الشعبية منذ يومين استهداف مواقع الانقلابيين وأعوانهم من قوات صالح في محافظة الضالع في إشارة على تقدم ملحوظ للعمل الميداني للمقاومة على مختلف خطوط المواجهة وفي محورنا القادم نحاول أيها الإخوة أن نركز على الأسباب التي أوجدت هذه المشكلة في اليمن ونبدأ في الحديث عن هذه النقطة بمقال كتبه ضيفنا الأستاذ أحمد رناح في أربعة أربعة ألفين وثلاثة عشر ونحن الآن في شهر أربعة ألفين خمسة عشر منذ سنتين كان في جريدة الحياة يقول في مستهله إن إيران تستغل مناطق النزاع في الوطن العربي لتتبنى أحد الأطراف وتدعمه في اليمن وجدت ضالتها في الشمال إذا استطاعت أن تبني جيشا عقائديا تخرج مشايخه من قم في إيران وبدأ في الانتشار بشكل كبير تحت مسميات تعليمية دعمها الرئيس السابق لمواجهة تيارات إسلامية يعتقد أنها ستعارضه يوما ما ويمضي في المقال إلى أن يقول انتشرت الحركة الحوثية بقوة السلاح والمال في مناطق الشمال وبدأ تتخذ بعدا سياسيا طائفيا تحت تلويح السلاح الإيراني الذي منفك يدخل البلد بين الفينة والأخرى أو يدخل البلد بين الفينة والأخرى مستغلا هشاشة الدولة وضعف الرقابة الأمنية وأيضا الامتداد الطويل للسواحل اليمنية وما سفن الأسلحة التي تم القبض عليها أخيرا إلا خير شاهد يقول يمضي الحوثيون في اليمن على الخطى والأسليب نفسها التي يسير عليها حزب الله في لبنان ومنها على سبيل المثال للحصر إضعاف الوجود الحكومي في المناطق التي يسيطر عليها ليجعل منها مناطق مغلقة ناحية الجنوبية يقول أن الدور الإيراني يتمثل في الحراك المسلح الذي يتبع نائب الرئيس السابق علي البيض والمقيم حاليا في بيروت والذي يتلقى بدوره دعما لماليا وإعلاميا كبيرا من إيران مقال طويل لمن أراد أن يطلع على كامل تفاصيله جريدة الحياة 4-4-2013 نبدأ من هذه النقطة مع الشيخ عبد الحكيم كأن الأستاذ أحمد قرأ السيناريو جيدا منذ أكثر من ثلاث سنوات والله بالنسبة لأستاذ أحمد طبعا أنه كاتب وصحفي لكن بالنسبة للمعلومات التي لديه عند الكل الكل يعرف أن إيران وراء الحوثيين وراء من زمان في هذا الأمر وكل يمن يأرف الشيء هذا أبرز الأسباب التي تعتقد أن إيران استغلتها لأتغلغل بهذا الشكل البشع هل هو الفقر؟ نعم أول الفقر ثانيا الجهل والمخلوق علي عبد الله صالح طبعا سهل هذا الأمر لا غراضة في نفسه يعني أنت تعتقد بثلاثة أسباب يعني كانت خلقت بيئة ناضجة لأتمدد الإيراني من خلال الحوثيين في اليمن والفقر والجهل والرئيس المخلوق علي عبد الله صالح صاحب المقال طبعا شيء واضح أنه إيران هي الداعم الرئيسي للحوثيين في اليمن إيران تستقل كما قلت في المقال أن تستقل مناطق الصراع تستقل يعني الدول التي لها بذرة صغيرة فيها ثم تدعمها تدعم كثير من المنظمات في كثير من الدول لتكون لها أذرع أمنية تستطيع من خلالها أن تدخل أو أن تحقق أهدافها مستقبلا في اليمن استقل الحوثيون يعني الفقر كما ذكر الفقر والجهل وأخذوا بشراء الولاءات سواء الولاءات القبلية المشايخ وطبعا المال الإيراني يصنع هذه الأشياء اشتروا أيضا ولاءات منظومة أو كثير من الإعلاميين واستطاعوا أن يبنوا منظومة إعلامية قوية تصدر من بيروت ويلتزان قلاتهم المسيرة وقيرها اشتروا يعني كثير من الإعلاميين والكتاب والناشطين بالمال طبعا الآن سيطرة على 11 قناة من أفضل 14 أيضا اشتروا ولااءات كثير من المسؤولين في الدولة قيادات سياسية ما مستقلة أو ما ذات انتماء حزبي يعني ليست يعني الانتماءات الحزبية هي في الأول والأخير ليست يعني مبادئ وقيم يعني لكن استطعت أن تدخل من هذا الباب اشترت أيضا ولااءات كثير من قيادات الجيش فلذلك أصبح الجيش الذي في صعدة والذي في بعض مناطق حجة أصبح موالي لهم ولا يستطيع أن يتحرك ضدهم لأنه بدأوا يعني يدفعوا الأموال كثيرة إليهم أيضا استغلوا أحيانا اللي هو العامل السلالي بالدخول لبعض القبائل الذي يقولون أنها تنتمي مثلا إلى القبائل الهاشمية وأخذوا يدعمونها طبعا بالمال بالأسلحة يرسلون لها معلمين يعني لكن بعض القبائل كانت ترفضهم هي يعني قبائل هاشمية استطاعوا أيضا من خلال هذا الشيء يعني أن يستقلون الخلافات السياسية في البلد سواء الخلافات السياسية الحزبية الكبيرة أو الخلافات حتى القبلية بين بعض القبائل أو حتى الخلافات يعني المناطقية هم دخلوا على خط مثلا الانفصال على خط الشمال والجنوب وأخذوا يعني يدعمون هذا الشيء وأنهم يطالبون بحل القضية الجنوبية وأخذوا في هذا المنوال اليوم اتضح لنا أنه الهدف أو المشروع الحوثي الإيراني ليس لمصلحة اليمن ولا اليمنيين لا في الشمال ولا في الجنوب ولا في أي منطقة في اليمن كل الأماكن والمناطق التي دخلوها إما أن يقتلوا لأهلها أو يهجرون أهلها أو يفجروا المنازل والمساجد ودور القرآن وكل هذه الأعمال دخلوا عدن وهم الذين يطالبون بحل القضية الجنوبية وهذه أعمالهم في عدن خير شاهدين عليهم يقنصون الدكاترة والأطباء ويقنصون المارة من المدنيين والأطفال كل شيء أمامهم بالنسبة لهم يعني استحلونه الدكتور الصادق خلاف الله عاصفة الحزم ليست فقط يعني موجهة ضد هذه الشرذمة الحوثية وهذه العصابة وإنما أيضا المشروع الإيراني الذي يريد أن يختطف اليمن مثل ما فعله بلبنان وسوريا والعراق أولا أتفق بعض الشيء مع الضيفين الكريمين ولكن الثورة الإيرانية منذ قيامها في 1979 لم تعتمد على الجهل فقط بدأ اعتمدت على أيديولوجيات ونزاعات في مناطق طائفية من لبنان إلى المنطقة الجزيرة العربية ووجدت تحالفات من أغليات وأيضا من مجموعات إرهابية لتمرير المشروع الإيراني ولذلك نجحت في بعض دول الشام وفشلت فيه كما لمسنا في أفريقيا وفي مناطق أخرى حاولت التدخل فيها فأنا أعتقد أن المد الإيراني يعتمد على أيديولوجية فكرية وأيضا يعتمد على تأجيج النزاعات الطائفية في المناطق التي يحاولون تدخل فيها ولو لاحظنا نمو حزب الله في لبنان حزب الله لم يكن موجودا قبل ثلاث عقود ولا أربعة الآن حزب الله دويلة داخل دولة لبنان يحدد سياسات لبنان ويأتي بغادة جثمان أحد القادة الحوثيين ويتفن في لبنان رقم معارضة سلطات لبنانية ولا علم لها إذا راجعنا قبل يومين تصريح الرئيس الوزراء السابق الحريري فخلق دويلات داخل دولة الدولة السورية أيضا كان لها نصيب كبير جدا في تمرير المشروع الإيراني حاول قلقلت بعض وزعزعت الاستقرار في بعض دول الخليجية والآن يحاول في الجزيرة العربية أعتقد أنه لا بد من الوقوف في وجه النظام الإيراني ويتكاتف العرب والمسلمين وأيضا المجتمع الدولي لوضح حد للمغامرات الإيرانية في المنطقة نعم شكرا دكتور لك تعليق الشيخ عبد الحكيم الله بالنسبة للدكتور بالنسبة لل أيضا في مسألة المنهج الذي اتبعته إيران في تمرير مشروعها إيران استقدمت المال واستقدمت المال بشراء ولايات عسكرية وقبلية في اليمن ونتيجة الفقر ونتيجة الطبيعة خاصة شمال الشمال فأنا تعليقي بالنسبة للوضع بشكل عام أن الحوثيين هم يعني أداة إيران في المنطقة والهدف استراتيجي لمصلحة النظام الإيراني الصفوي لا دخلهم لهم بالإسلام والعلاق لهم بالإسلام وجلسنا مع كثير من بعض من الحوثيين موجودين في صنعة مرة مرين في صنعة فالعقلية يعني عقلية نسأل الله عافية بس في يعني يقوله منها عقلية يعني بتقول كما وحد لا غرض بهم يعني يقضي بهم حاجة هذا الغرض بس مصلحي نعم أستاذ أحمد الدكتور الصادق أشار إلى أن ليس الجهة وحدها وليست الحاجة وحدها وليست الفاقة وحدها وربما ليس المال وحده هو ما بنى يعني إنما أيضا البعد الإيدولوجي العميق الذي يعني استطاعت إيران أن تشربه كما تفضلت مقالك لممثليها والمحاربين عنها بالوكالة طبعا البعد الإيدولوجي هو الشيء الرئيسي والشريان الرئيسي التي استطاعت إيران أن تسيطر على أذرعها الأمنية في المنطقة العربية لكن إيديولوجيا في اليمن الزيدية ليست يعني هي ليست إثناء عشرية لكن استطاعوا أن يجذبون من الزيديين الذين مثلا بدر الدين وحسين بدر الدين الحوثي الذين ذهبوا إلى قوم في إيران ودرسوا الأثناء عشرية أخذوا كثيرا من القيادات الحوثية درست هناك وبدأوا يستقطبون يعني كثيرا من في الحاضنة الزيدية رغم أن علماء الزيدية رفضوهم علماء الزيدية أصدروا بيان وفتوى بتحريم الفكر الحوثي وأنه فكر أثناء عشرية وأنه لا يتوافق مع الزيدية اللي هي الجارودية اللي هي الجارودية التي يؤمنون بها طبعا هم أسسوا مدارس تدرس هذا المنهج أسسوها في صعدة في عام 1992 ودعمت من قبل المخلوع في وقتها وأسسوا على ضوءها تنظيم الشر وكان فعلا ينوي بها ضرب بقية المكونات التي قد تشكل خطرا عليه طبعا هو من سياسات هذا الرجل الخبيث الذي أوردنا إلى هذه الموارد وإلى هذه الأشياء والأزمات التي لا نريدها هو يبني جيش ولا يبني جيش واحد هو بنى جيشين عشان يتقاتلهم فيما بينه يعني حتى مشائخ القبائل هناك شيخ للقبيلة ويبني شيخ آخر ويبني مثلا هنا مثلا حزب مثلا إسلامي يجب أن يبني حزبا آخر مختلف عنده عقائديا بتحت مظلة الإسلام حتى منظومة المخابرات بنى أجهزة جهازين كل شيخ يبني ضد وضده وهكذا حتى يضرب هذا بهذا نسختين متضادتين من كل مشروع من كل مشروع وعلى هذا طبعا هو تفكير أنه يحكم إلى ما لا نهاية أيضا أن يورث الحكم لابنه كان يبدو أنه فيه تحالف قديم أيضا كان مع الحوثيين أو ما يعني اللي هو الجارودية الحوثية كان فيه يبدو أنه كان فيه اتفاق سري مبطن فيهم ولذلك هم لهم مناصب محددة يعطيهم مئة في الجيش في الأوقاف في كثير من فاصل الدولة طبعا غير ظاهرة الآن ظهرت وظهر أنهم متمكرين من سلطات الدولة من أعلى هرم الجيش إلى أصغر جندي أو رتبة عسكرية في الجيش ولذلك رئيس هيئة الأركان يمكن أن ينطبق عليهم ما يعرف في الأدبيات التنظيمية والسياسية بالدولة العميقة قد تقول أنها دولة عميقة لكن ليست دولة عميقة ذات مؤسسات هو لم يبني مؤسسات نهائيا ولذلك انهارت الدولة وانهارت مؤسسات الدولة والبلد قائمة لأنه الشعب متعهد أنه يعيش بلا دولة بلا مؤسسات صحيح أنه قائمة على أسس فردية وعلى أسس مناطقية هو بنى الجيش من ثلاث محافظات كلها تدين بالولاء للمثاب الزيدي من ذمار وصانعة وعمران وحجة وقليل من صاعدة لكن كل هذا الجيش بني من هذه المناطق لو مثلا جيت إلى حضرموت الأكبر مساحة قل لا يتعدى الضباط فيها أكثر من 400 ضابط لكن لو قارنتها بذمار أكثر من 17 ألف ضابط في الجيش ذمار الصقيرة مقارنة حضرموت شفت على يعني هو بنى جيش للمستقبل يرى أنه يعني يرى أنه هذا الجيش سيحميه وبالفعل الجيش هذا انخرط يعني أصبح ميليشيات وأصبح يقاتل إلى جنب الميليشيات خلع بزة الأسفل وهو الذي يدمر بعضهم هو ما يدمر بيوت اليمنيين وهو الذي يدمر بيوت اليمنيين وهو الذي يقصف المدنيين نعم سنعود إلى ضيفنا وإليكم ضيفنا من واشنطن في يعني هذه التناقضات التي لعب عليها علي عبدالله الصالح وأوصل اليمن إلى ما وصل إليه ولكن نتوقف أولا مع هذا التقرير من اليمن وبعدما سمعنا اليوم أيضا عن القصر الرئاسي في تعز كان هناك قصف استهدف استهدف أمس ولكن الآن ما زال تحت سيطرة الحوثيين دمر بكامل دمر بكامل إذن نتوقف مع هذا التقرير من الداخل اليمني ثم نعود لمواصلة الحديث عن التناقضات التي نجح الرئيس المخلوع في اللعب بها داخل اليمن نشبت اشتباكات عنيفة بين الأهالي وعناصر حوثية بمدينة الحديدة غرب البلاد إذ هاجم مسلحون مقرا للحوثيين في محيط القلعة التاريخية في حارة اليمن التي يسيطر عليها الحوثيون منذ ستة أشهر وفي مدينة تعز تستمر الاشتباكات بين المقاومة الشعبية ومسلحين حوثيين مدعومين بقوات الأمن الخاصة الموالية للرئيس المخلوع صالح فيما قتل ما لا يقل عن خمسة مسلحين حوثيين في مدينة عتق بشبوة في هجوم نفذه مقاتلو حلف القبائل الذي يحشد مقاتليه لاستعادة مدينة عتق عاصمة المحافظة وتمكنت قبائل مأرب شمال شرق البلاد من إحداث خسائر في صفوف الحوثيين على جبهة سرواح التي تدور فيها اشتباكات عنيفة بين الطرفين وفي عدن خاضت المقاومة الأهلية مواجهات عدة مع عناصر عسكرية محسوبة على الرئيس المخلوع صالح ومعهم مقاتلين حوثيين في نطاق تمركزهم بحي خور مكسر في ظل تقدم للمقاومة الأهلية في مناطق متفرقة من عدن تقديم التنازلات يقدم التنازلات بقدر الإمكان حتى لا يتمسكوا بالمبادئ حقهم ولا يتمسكوا بحقهم الأجندات يتخلوا عنها عشان تخرج البلاد من هذا الواقع المزهري اللي يعانينا منه كلنا وباني عاني أزيد وأزيد مع مرور الوقت طائرات تحالف عاصفة الحزم استمرت في شن غاراتها دعما للمقاومة في المناطق التي تشهد مواجهة مع الحوثيين في كل من لودر وموديا بمحافظة أبيان ومواقع بمحافظتي لحج وتعز وتجمعات للحوثيين بسرواح محافظة مأرب إضافة إلى معسكرات موالية للمخلوع صالح منها معسكر الاحتياط بسواد حزيز ينوب صنعاء ومواقع عسكرية بمحافظة الضالع في كل من الجرباء والسوداء والصدرين عزة مصطفى تلفزيون المملكة العربية السعودية ونعود إلى ضيفنا في واشنطن الدكتور الصادق خلف الله وما طرحناه قبل التقرير عن هذه التنقضات التي نجح فيها الرئيس المخلوع أو نجح في اللعب عليها نعم نعم أولا هذا ليس بصالح هذا طالح اليمن يجب أن يقدم للمحكمة الدولية الجنائية ويعاقب على ما قام به من دمار وفتنة في اليمن وآخر تقرير قرأته عن زيارة ابنه للمملكة العربية السعودية قبيل عاصفة الحزب للتفاوض ونهني الدولة السعودية برفض التفاوض معه صالح مكانه السجن ليس التفاوض وصالح مكانه مزبلة الطاريخ فهو المحرك الأساسي لكل الفتن وهو من جلب الدمار لشعب اليمن فيجب ضرب أنصاره وضربه بيد من الحديد ويجب أن يقدم إلى محاكمة دولية وإذا انتهى به الأمر لمساندة المجموعات الإرهابية في اليمن نبشره بأنه سينتهي إلى فندق خمسة نجوم بالقرب من كوبا يسمى قواتنمو هذا هو مكان مناسب لشخصي أتوقع لو ألقى اليمنيون القبض علي أتصور أنهم يسحلون في الشوارع لكن لازم يحاكم فعلا والله تحرك أنا صراحة أقول لك أنا كنت في اجتماع قبيل أيام مع عدد من أعضاء الكونغرس وسبقا رفقتهم في عدد من الرحلات وكانوا يتحدثون أن المشكلة هي صالح قبل الحوثيون قبل أي شيء هو الذي أود باليمن إلى هذه الأوضاع فيجب معقبتي وأنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية أو الإدارة الأمريكية القادمة ستحرك قضايا ضده ووردي المجلس الأمن وعدد كبير جدا من المنظمات تعمل ليلا نهارا إلى وضع حد لهذا الطالح نعم والحكومة اليمنية الآن تعمل على إعداد قائمة على ما نشر وذكر اليوم تعمل على إعداد قائمة يعني لضمها إلى قائمة الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح الذين نص عليهم قرار مجلس الأمن بالاسم هنا قائمة أخرى يعني ستطلب اليمن إضافتهم إلى القائمة السوداء والمطلوب محاكمته أيضا أود أن ألفت الانتباه إلى الحالة الإنسانية التي نتجت عن النزاعات في اليمن من سبتمبر إلى الآن وعدد تشريد أكثر من 150 ألف من منازلهم واحتياج أكثر من 2 مليون إلى معاونات عاجلة ونشكر المملكة العربية السعودية في قيادتها وتبرعها بمبلغ 274 مليون دولار استجابة لنداء الأمم المتحدة ونرجو من كل الدول العالم أن تقف وأن تمد يد العون إلى اليمن في هذه الأيام نعم وهذا أنت أخذت يبدو كنت تلاحظ محورنا القادم وكان استندنا هنا إلى صحيفة مكة اليوم وفي عنوان بارز أن الرياض تغيث اليمن بمليار ريال وطهران تنحت كهوف صعدة نشرت الصحيفة أيضا صورة لكهف وفي سيارات وفيها يعني ليت أنه في فرصة أن نشوفه كهف سليمان الذي يسكن فيه عبد الملك الحوثيين هو كهف الحوثيين في جبل ميران أليس كذلك بصعدة نعم يصعد في مران ولكن ذا كهف يفترضون في جبل يعني كيف تصعد صعدة السيارات سيارات تحت سيارات تحت صحة سيارات واضحة في الكهف هذا مدخل الكهف هذا تحت الجبل هذا تحت الجبل نعم إيران تهدينا مليارات الجهار إذا كانت تقدر تأخذ هذا الكهف يمديه آه انشاء الله يعني فنيا سنكون قادرين على أنه نستخدم نستخدم هذه الأمور غدا إن شاء الله خلوا يتضح أولا سنعود إليه حينما يكون واضح ليس مهما وإنما المهم هو الموضوع يعني الربط بين يعني ما تقوم به إيران وما تقوم به المملكة يعني في الوقت الذي فيه 274 رقم يا دكتور هو 274 مليون دولار أي ما يعادل حوالي مليار مليار ريال سعودي مليار ريال سعودي كم يقلع باليمن؟ مطلع هادي نعم كم العمل اليمنية مقلعها 570 مليار ريال 570 مليار ريال يمني اليوم مليار ريال سعودي 274 وهذه كانت يعني فقط مساهمة في المجهود الإيقاثي الدولي ونعرف أنه جيبوتي الآن أصبحت يعني منطلقا للأعمال الإيقاثية بالإضافة إلى يعني وقبل أن نعود للسديو دكتور في هذا المجال يعني في الغرب لديكم وعندكم يعزفون كثيرا على وتر الجانب الإنساني أعتقد أنه عاصفة الحزم بقيادة المملكة فتحت يعني كل المجالات هناك سفن تجارية محملة بالمواد الغذائية والطبية والمساعدات الإنسانية جسر جوي من جيبوتي هناك أيضا المساهمة بهذا المبلغ الكبير ودول مجلس التعاون سنسمع في الأيام القادمة إن شاء الله يعني أيضا مساعدات لا تقل إن لم توازي هذا المبلغ الذي قدمته المملكة ليصب في صالح المجهود الإيقاثي الذي لا تكاد بعض الوسائل في الغرب تجد الولايات لا تجد غير الجانب الإنساني ويعني صحيح أن الحرب لابد لها من ضحايا ولكن بالمقابل هناك مجهود يعني يساير إلى جنب المجهود العسكري مجهود إنساني أقصد نعم نعم الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام القليل القادمة ستمد يو دلعون لشعب اليمني وعاصفة الحسم لقد تأييد كبير جدا من المواطن الأمريكي والحاكمة الأمريكية ليس هناك من يتحدث عن وقوع ضحايا لا بد من وقوع ضحايا في هذه الحالة ولا بد من القضاء على الجماعات الإرهابية وسيدفع التكلفة الشعب اليمني والمجتمع الدولي ولكن هذه خطوة لا بد منها ونحن نؤيد الغرار بإرسال الغواء العسكرية أو طيران التحالف إلى اليمن ونؤكد ونود أن تشارك جميع الدول ويستمر هذا التحالف إلى القضاء التام على هذه الجماعة الإرهابية في اليمن وبعد ذلك نرى التفاوض وجلوس المفاوضات ومحاكمة الرئيس اليمني الأهداف الآن هي القضاء على هذه المجموعة الوكيل الإيراني في المنطقة نعم وكيل حصري أشياء نعم حصري طيب على الجانب الإنساني يعني يعني معظم المشايخ الذين سأفضل أفرام في حلقات كانوا يعني يعني يناشدون بتكثيف المساعدات لأن هناك احتياج هناك اتفاع في الأسعار المهندس خالد بحاح قال أن قضية العرض والطلب هي ما جعلت بعض المواد تقفز إلى أكثر ربما أكثر مئتين في المئة صحيح وهناك معنا نكم بالمقابل هناك يعني مجهود إغاثي مجهود إغاثي وتعرض معظمه كما يعني صرح الرسميون لإلى قرصنا من الحوتيين متوقع نعم أولا بالنسبة شوف الفرق ما بين يعني شخص يعني يدعمك مليار ريال وشخص يدعمك مليون طلقة من سكوت لآخر طلقة رشاش هذا اختلاف إيران يعني شحن من شحناتها بلغت إلى مليار مليار ذخير من دبابات من ديشكا من 14.7 من 12.7 من رشاش مليار يعني شوف الفرق واحد يدعمك بسلاح يعني يعني يدمر بلدك وشخص يدعمك بمساعدة فنحن بالنسبة للوضع الإنساني بالنسبة للمحافظة حظ ربط خاصة فنحن الحمد لله المنفذ موجود عندنا منفذ وديعه اللي هو ما بين الشرورة والعبر فهذا المنفذ الحمد لله لكن نطلب من منبر هذا أن المنفذ هذا يعني يعني تكون فيها إجرات مسحلة مثل هذا الظرف مثل الديزل مثل البترول مثل المواد الغذائية ومنفذ الوحيد لمفتوح الحظ الآن يعني تقريبا فنحن نطلب من السلطات المختصة أنها يعني تهل أمر المواد اللي بابت تخرج إلى يعني مناطق الحدود اللي حظ ربط والمحافظات الأخرى المجهود الإنساني والإغاثي في اليمن حتى لهم المجهود الإغاثي والإنساني في اليمن الوضع الإنساني والتطلب يعني مجهودات أو جهود كبيرة في المجال الإغاثية طبعا لكن نقطة أحب أن أتطرق إليها اللي هو الموقف السعودي والموقف الإيراني بالنسبة لليمن يعني لا مقارنة أصلا كما يقال يعني صارت مشرقة وصرت مقربة فشتان ما بين مشرق ومغربي يعني أحدهم يصدر لنا الموت والآخر يصدر لنا الحياة يعني هذا يصدر لنا الأسلحة والمتفجرات والعقائد يعني الضالة والمضلة ولا السعودية يعني تدعم اليمن منذ تأسيس الدولة في اليمن يعني إلى الحين وهناك أكثر من مليون وخمسمائة ألف مقترب في السعودية يمني يعني يعني يحولون ما يزيد على 12 مليار يعني دولار سنويا إلى اليمن يعني من هنا يعني تأتي الحياة ومن هناك يأتي الموت فلا مجال للمقارنة النهائية هذا الجانب أستاذ أحمد هو يعني قبل أن أنسى الفترة التي أعقبت يعني سقوط صنعا وتوقيع الحوثيين مع إيران هناك حديث عن طائرات كانت متتالية تصل إلى صنعا معظمها للسياحة طبعا لا يوجد يعني بين اليمن ولا يوجد في إيران جالي أكثر من ممكن ألف شخص يعني هم طلاب الحوثي اللي يدرسون هناك وكان على في الأسبوع 14 رحلة ذهاب و14 رحلة يعني 28 رحلة خلال كل أسبوع طبعا هي كانت تأتي بالموت أول يعني جاء الاستهلال أنه إيش إسعافات يعني على أساس أنه إستعداد الحرب القادمة طبعا والأسلحة لكن جاءت عاصفة الحزم كما قيل قطعت جهيزته قول كل خطيب يعني فانتهت بإذن الله وإلى الأبد المجهودات والدعم الإيراني إلى الميليشيات في اليمن نعم وهذا تعليق للكاتب الأستاذ عبد الرحمن الراشد أن أول بضاعة اشترتها إيران بعد الاتفاق الإطاري مع الغرب فيما يتعلق بالملف النووي هو صاروخ S300 الروسي نعم الروسي نعم ويعني الفكر يعني الذي تفضلت فيه يعني أنه هناك من يصدر الموت وهناك من يبعث الحياة ننتقل إلى نقطة أخرى وهي الجانب الإعلامي ونبدأ مع ضيفنا من واشنطن كنت أشرت في سؤالي سابق لكم إلى أن تعاطي الإعلامي الغربي على حد ما لاحظنا من المواقع الإلكترونية وبعض الوسائل صحيح أن يعني يعطي الضربات التي يقودها التحالف يعني حقها ولكن بالمقابل يركز على بعض الجزئيات ويعزف على وتر الأعمال الإنسانية بشكل أكبر أولا أود أن أقول لك أنه ثلاثة من أكبر صحف الأمريكية نيويورك تايمز والواشنطن بوست ولوس أنجلوس تايمز أيدت في عنوينها الرئيسية التحرك السعودي وتحرك التحالف الخليجي العربي لضرب الحوثيين في اليمن أولا ثانيا هناك بعض الإعلاميين وسائل المقرؤة والاجتماعية التي تنقل أكبار تمثل أفراد ليس صحف ولا حتى إدارة ولا الشعب الأمريكي هناك تأييد كبير جدا من الشعب الأمريكي ومن الإدارة الأمريكية لعاصفة الحزب ونحن نقوم الآن بحشد أكثر من خمسين منظمة مدنية لمسيرة تأييد في بداية الشهر القادم لعاصفة الحزب وأيضا وجدنا كل العون من الإدارة ووجدنا كل العون من كل المحطات التلفزيونية وأنا أيضا كنت ضيف في أكثر من محطة تلفزيونية في الأسبوع السابق محطة تلفزيونية أمريكية للتعليق على أحداث اليمن وكل ضيوف الحلقات ومعظم الحلقات أتت بتشجيع لعاصفة الحزب نحن في بعض المرات نقرأ مقال سلبي واحد ونقول أن هذا المقال أو ذاك المقال الذي وصل إلى ما سمعنا هو الإعلام القربي نقطة جيدة أنا لا أتكلم عن الإعلام القربي ولكن أتكلم عن الإعلام الأمريكي الإعلام الأمريكي أي التأييد صريح أي التأييد صريح العاصفة الحزب بمقالات من أكبر ثلاثة صحف أمريكية في هذا الاتجاه دكتور صادق تقول أننا نعمل على تنظيم هل هو المعهد الأمريكي الدولي أم الجالية العربية المسلمة أم من هم الذين سينظمون هذه المسيرات المعهد الأمريكي الدولي مع الاشتراك مع معاهد دينية ومع كنايس ومع المجتمع المدني أنا سأقوم برسالها لكم وإن شاء الله بالموعد ووجدنا كل الترحيب من الإدارة وأنا الآن في الاستوديو على بعض خطوات بسيطة جدا من البيت الأبيض ونحن نقوم بهذه المظاهر السلمية في بداية مايو حتى نضع فرصة لترتيبها لتكون استجابة كبيرة توضح الرأي العام الأمريكي وأيضا رأي الشعب والمواطن العادي فيما يحدث في اليمن هناك تأييد جيراننا كل الأمريكان الذين يتعامل معهم كل الناس تأييد ما تقوم به السعودية وقوة التحالف لوضع حد للمغامرات الإيرانية في المنطقة وأيضا ماذا فعلت جزء سؤال بسيط لمشاهدين لأن هناك بعض المشاهدين في بعض الدول العربية ماذا يأييدون إيران ماذا فعلت إيران والثورة الإيرانية للشعب الإيراني أعادتهم إلى العصورة الوسطى أقلب الشعب الإيراني الآن لاجئ في الدول الأوروبية وفي أمريكيا بمئات الألوف فهذا مثل ما تريد أن تصدره الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني إلى اليمن وإلى كل الدول الأخرى ولكن العرب والمسلمون وأيضا المجتمع الدولي سيقف لهم بالمرصاد نعم شيخ عبد الحكيم يعني كيمني وشيخ قبيلة الله سلام يعني كيف يعني تجدون يعني هذا ليس فقط التعاطف ولكن أيضا التأييد على مستوى دولي بالنسبة نحن نشوف يرفع معنوياتكم أكيد يعني أول بالنسبة لقضية عادلة بالنسبة لقضية عادلة قضية عادلة لازم تكون لها من إشماع يعني إجماع دولي إجماع يعني أقليمي إجماع داء يعني وبالنسبة للعاصفة للحزم هي طرحة الأمل يعني كما يعني بالليل يعني كنا يعني كل اليمني بشكل عام يعني كان وضعهم يعلم رب العالم فيه يعني محبطي وجدت الساعة بالضبط يعني صحينا نصلي الفجر نشوف الأخبار الطيبة أسعدت الناس يعني عارث الأمل إن شاء الله وهذا المخزون اللي يخزنه إيران تخزنه في مناطقنا هو من هذا المخزون نعم نعرف نليمن فيه يعني الولاء القبيلة ما زال نعم وسيظل يعني بالتأكيد بالتالي أنتوا عليكم دور كبير جدا في الالتفاف حول الشرعية في إيصال الرسائل المهمة في أوقاتها نعم في إيضاح حقيقة يعني من يريد بليمن سوءا صحيح هل عملتم شيء في هذا التجمع؟ نعم الله فيها تجمعات من كثير من القبائل خاصة بالنسبة في مناطقنا الوادي والصحراء من قبائل نهد الوادي والصحراء الوادي والصحراء في حظ ربط وحظ ربط شكل عام في بيانات أصدرت فيها تكتلات موجودة وإعلنت تأييدها للشرعية بقية عبد الربو مصرهادي ودعمهم لعاصمة الحزم والتأييد موجود موجود من القبائل بشكل عام أفراد ومشايخ وقبائل جميل الحمد لله الله ملك الحمد طيب الفرج عند الله قريب إن شاء الله قريبا إن شاء الله إن شاء الله ضيفنا الأستاذ أحمد أيضا كان فيه مقالة لكم يوم 12 إبريل في الجزيرة جزيرة الجزيرة السعودية سلمان من أهل الإيمان طبعا وذكرتم أن حالة الانتشاء التي سادت يعني بعدما استيقظتم صباح الخميس على هذه الأخبار المضرحة وبعدما ظننتم يعني أو دخلت يعني كثير من الياس دخل إلى مفاصل كثير من مكونات اليمن الأساسية وإذا بالفرج جئت على يد سلمان صحيح كانت لحظة حاسمة يعني ومفرحة ومباركة يعني استهل بها اليمنيون خيرا لأنه لا يوجد عاقل ولا يوجد إنسان يعني ذو لب يمكن أن يقبل بأن تنهار الدولة وأن تسقط الدولة على يد ميليشيات أن تتحكم الميليشيات في أسلحة الدولة وأسلحة الجيش أن تتحكم الميليشيات في العلاقات الدبلوماسية للدولة أن تتحكم الميليشيات في مصير شعب أكثر من 27 مليون أن تتحكم عصابات لا تؤمن لا بنظام ولا تؤمن بقانون ولا تؤمن بقيم ولا بأخلاق يعني عصابات تفجر المساجد هذه لا تؤمن بقيم دينية تفجر بيوت خصومها وتأخذ النساء والأطفال وتشردهم هذه لا تؤمن بأي قيم لا في أسلاف ولا عراف القبائل الموجودة وهذا شيء محرم موجود عند القبائل هذه الميليشيات وصلت إلى مرحلة يعني من السيطرة الشبهة التامة يعني على مفاصل الدولة جاءت يعني وصل الشعب فيها حقيقة إلى لا أقول إلى اليأس لأن الشعب اليمني يرى أن اليأس خيانة وأن الشعب اليمني قد حزم أمتعته على المقاومة حتى يعني آخر قطرة في دمائهم ولم يكن الشعب اليمني ليستسلم لهذه العصابة نهائيا ولا يقبل أن يعود إلى عصر الإمام وعصر الاستبداد كما هو يعني تسمى بدولة الفقه لا يمكن أن يقبل بها الشعب اليمني لكن يعني مقارنة بالإمكانيات المادية والعسكرية الموجودة مع هذه الميليشيات والموجودة مع الشعب كانت يعني بفارقات قوية وكبيرة جدا وعملياتها الحسابية وتوازناتها العسكرية يعني مخيفة جدا هذه العصابة أصبحت يعني تمتلك الطائرات وتمتلك الأسلحة النوعية والصواريق وكل شيء يعني فبإمكانها تدمر المدن يعني من سيطرتها مثلا على صناعة بإمكانها تدمر عدن تدمر حضرموت مأريب شبوة كلها وكانت تعد الخطط العسكرية لتدمير بيوت يعني خصومها في مأريب تقريبا في مأريب نعم كان هناك يعني خطة وسيناريو لقص أكثر من ثلاثمائة بيت يعني معارضين لهم بالطائرات يبدو لأنه كان ساعة الصفر الساعة الخامسة صبيحة يوم الخميس فجاءت عاصفة الحزم الساعة الثانية يعني صباحا وأنهت هذه المقامرة المجنونة التي يعني كادت أن تهلك الحرثة والنسل في كثير من المناطق الليمانية وفي بعض الثساءلات التي ترد يعني على الموقع التويتر فعلا هناك يعني تركيز والمتحدث الرسمي يوميا بيؤكد على أن هناك أهداف محددة كلما تحقق هدف انتقلوا إلى الهدف الذي يليه بالمقابل فإن حماية المدنيين هي أحد أهم أولويات التحالف تدمير البنية التحتية للحوثي والرئيس المخلوع هي أيضا من أحد أبرز المحاور وكما لاحظتم يعني أيضا في الإجازة اليومي مخازن الأسلحة يعني التي كل مرة يكتشف وكأن اليمن يعني فعلا تحدثوا عنها 84 مليون قطعة سلاح وتحدثوا عنها ويبدو للفترة الشهرين والشهر النص التي عقبت توقيع الاتفاقية وظلت الطائرات الإيرانية بين صنعة وطهران بالتأكيد أنها يعني ضخت الكثير من الأسلحة التي وجهت الآن إلى صدور أبناء اليمن مع الأسف الشديد دكتور الصادق الأهداف الاستراتيجية لعاصفة الحزم واضحة ومحددة وهي اللوحة الثابتة أمام المتحدث الرسمي يوميا نعم أولا أنا أريد التعليق على حسب معلومات وزارة الدفاع الأمريكية هناك حوالي 100 ألف جندي مسلح لمجموعات الحوثيين وأنصار رئيس المخلوع ودفاع الجوي وهناك 150 ألف مناصرين للرئيس هادي ومئة طائرة حربية تساعد في التربات الجوية فهناك توازن من ناحية وهناك أيضا تفوق قوة من ناحية التحالف والدولة الشرعية في اليمن على الحوثيين وسيأتي النصر لا محالة أيضا لو لاحظنا أن ضرب القصر الجمهوري ضربت قاعدة الديلمي ضربت قاعدة العنت في اليمن ضربت المركز السياسي للحوثيين وضربت كثير من مراكز قيادات الحوثيين وقطعت عليهم طرق الإمدادات وأيضا بمساعدات استقداراتية أمريكية الآن يقطع قطوط الإمدادات التي ترسلها بصورة سرية الدولة الإيرانية من إيران وعبر وكلاها في المنطقة كحزب الله وغيره فهناك بعض الإشكالات طبعا من القاعدة في بعض المناطق وأيضا أنصار الشريعة الذين أيضا يعملون بأجندة مختلفة ولكن يساعدون بطريق مباشر الحوثيين حتى ولو كان لديهم اختلافات أيديولوجية فنحن نبشر على واقع التحليل العسكري التحليل العسكرية من وزارة الدفاع الأمريكية الوقفة القوية للتحالف والخطة والأهداف الدقيقة التي أنجزت في الفترة الماضية بمئة ضربة جوية حتى أعتقد أول أمس وهذا مبشر خير والآن حتى لو لاحظنا أن الحوثيين تراجعوا في كثير من المناطق وحتى قلت تصريحاتهم ومنية بهذايم كبيرة جدا في مناطق لم يتوقعوها وأيضا إلى الآن الحزر الجوي يساعد التحالف على وضع حد لهذه الجماعة وسيتم إن شاء الله ملاحقة تحركاتهم والقضاء عليهم وهذا إذا لاحظنا أيضا السيد الرئيس نعم الرئيس المقلوع لو لاحظنا الرئيس المقلوع لو لاحظنا أنه سحب تعييده للحوثيين في مرة من تصريحاته يعني هذا دليل على أنه هو أكثر واحد يلعب على رؤوس الثعابين يعني كما قال عن نفسه نعم واستقرار اليمن لم يعود أحد يصدق علي عبدالله صالح ولا ابنه يعني لم يعود أحد يصدق أي تحركات من أي نوع حتى المبادرة الإيرانية اليوم يبدو لي أنها أيضا وكأنها اللي عدها علي عبدالله صالح علي حال دكتور سننهي هذا المحور بمقطع من كلمتكم أتمنى أنت قد ذكرت أن هناك نياز سنعود إليك سنعود إليك دكتور ونرجو أن يكون الصوت أكثر يعني وضوحا عندك يقول المقال هنا عندما كان اليمنيون يتحاورون كان عبدة الشيطان الإيراني يخططون لتدمير كل ما يتم الاتفاق عليه بحرب شعوى لا تبقي ولا تذر استلم ملف المناقصة مقاول الهدم والتدمير الحوثي وبدعم وتنسيق وتسهيل كبير من قبل مخلوع صالح وذلك بعد اتفاقية روما المشؤومة بين أحمد علي عبدالله ووفد إيراني رفيع المستوى وتم وضع اللمسات الخبيثة لمشروع التآمر والعمالة ضد اليمن واليمنيين ودول الجوار وخدمة المشروع الإيراني في المنطقة معلومة خطيرة جدا اجتمعون في روما نشرته أعتقد قنوات كالجزيرة يبدو لي في تقليلها يعني فيها مصادر موثوقة في الموثوق وأنه تم التنفيذ بمبرات واهية وكاذبة تارة بمحاربة الإرهاب وأخرى بإسقاط الجرعة وتارة من أجل تنفيذ مخرجات الحوار وعندما تمكنا الحوثيون وبمعية خبراء وتم تمكين الحوثيين بمعية خبراء واستشاريين عسكريين إيرانيين ولبنانيين من مخازن أسلحة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة تم التحكم والسيطرة من خلال قيادات حوثية ومؤتمرية تقصد المؤتمر الشعب العربية تدين بالولاء المطلق لصالح والحوثي وهذا يتفق مع كثير من التقارير التي قرأناها في مصادر أجنبية بأنه موجود على أرض الواقع الآن إيرانيون ولبنانيون من حزب الله نعم إذن نتوقف مع هذا التقارير ثم نواصل الحوار مع ضيوفنا عاصفة الحزم استفاقة عربية في وقتها في رأي الإعلاميين القطريين فهي خطوة شجعة وحاسمة وحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله هي عاصفة لكن أهدافها نبيلة وإنسانية وتدافع عن الشرعية المفقودة في اليمن كما أنها استجابت لاستغاثة الرئيس والشعب اليمني ضد التدخل الإيراني والمتمثل في دعم الميليشيات الحوتية كما أن العاصفة عبر الأيام القليلة التي مضت أكدت على أنها ناجحة بكل المقاييس لامتلاكها كافة مقاومات النجاح والتي تمثلت في المهمة القيادة والقدرة القتالية هذا التحالف المهم الذي استطاع أن يتصدى للقضاء أو محاولة التدخل في شؤون اليمن من خلال محاولة إخراج الشرعية التي تحكم اليمن فبالتأكيد هناك تحالف مهم تشكل والآن هو يحاول من خلال عاصفة الحزم أن يعيد الشرعية وأن يعيد الاستقرار لليمن الشقيق وأن تعم العدالة للشعب اليمني الشقيق بحسب الإعلاميين القطريين لم يكن هم الحوثيين التورى للإصلاح كما يدعون بل كانوا يسعون لإحداث الفوضى للسلام السلطة بأي ثمن ووسيلة كانت بل وجر المنطقة كلها لتداعيات خطيرة بالإضافة على أن اليمن هو عمق استراتيجي حيوي لدول مجلس التعاون إذا أصبح في سيطرة الحوثيين وتصرفتهم المستهجنة سيوقع اليمن في صراعات لا حد لها وتصفية حسابات يدفع ثمنها الشعب اليمني بكل مكوناته بعد أن قدم تضحيات جسام في سبيل انتصار ثورته السياسة السعودية كما هي معهودة وأعرف عنها تتمتع بالعقلانية والحكمة والتروي في اتخاذ القرارات ودائما تكون قراراتها ملامسة لعقول وقلوب وعواطف أهل المنطقة بشكل عام وهذا ما يميزها لأن التأني مطلوب خاصة في مثل هذه الأمور وتدخلها كان في الوقت المحسوم والمطلوب من الجميع لا أحد يعلم كم ستستمر عاصفة الحزم ولكن المتأكد منه أنها عاصفة حازمة وقاصمة فبنجاح مهمتها كل يوم ستضع حدا ونهاية لميليشيات الحوثي طال الزمن أو قصر والزملاء الإعلاميون القطريون وكل الزملاء من دول مجلس التعاون والدول العربية ومن اليمن أيضا كلهم يوجهون أقلامهم النزيهة وتقاريرهم الصحيحة والصادقة بإذن الله لخدمة هذا المجهود الكبير يعني بلا شك أن المجهود الإعلامي إلى جانب المجهود العسكري أمر مهم جدا ولعل من الأدلة وجودنا معكم في برنامج الحدث هناك نقطة يعني نود أن نركز عليها مع الشيخ عبد الحكيم وهي أنه عاصفة الحزم تؤكد أنها من خلال رجالها ومن خلال أبناء الشرعية وأبناء اليمن سوف يعني يتوجهون إلى الأعمال اللغاثية إلى مساعدة الناس إلى الإجلاع عملية الإجلاع والرعاية تقديم الرعاية الطبية العجلة والآخرى ولكن دون تعاون منكم أنتم أبناء القبائل ومناشدة حقيقية وقوة يعني ووقوف قوي يعني مع هذه المجهودات فقد لا تحقق يعني هدافها بشكل وربما تتعرض لبعض الانتكاسات فبالتالي أنتم دوركم يعني في هذا الجانب خاصة في المرحلة القادمة التي بدأ يضابع فيها الوضع الآن يعني خلاص يعني تقريبا الوضع إن شاء الله أنه إلى خير إن شاء الله إن شاء الله أولا بالنسبة للقبائل بشكل عام القبائل بشكل عام في حضر موت أو غير حضر موت بيكون إن شاء الله حاضره لأي دعم للاستقرار في الإغاثة ويعني لكن فيها يعني طبعا البحثين قبل فترة يعني عاقوا لإغاثة في مارب طبعا قبل فترة يعني إغاثة لكن الناس مستأدين مستأدين لأي عمل أي عمل مشترك أو عمل يوكل إليهم كقبائل وكا يعني منظمات يعني الاستعداد للمد أيديهم فأيدي كل شريف وكل مخلص لهذا الوضع الإنساني أعتقد أنه أيضا الباب مفتوح حتى الحوثين أنفسهم للعودة إلى حضن الشرعية يعني هذا ما أكد عليه النائب الرئيس وأكدت عليه كل اليمنيين الشرفاء بأنه في النهاية هم أبناء اليمن لكن المجرمين منهم ومن خططوا لهذه الجرائم يجبني نالوا جزائهم يعني كمجرمين حرب يعني لكن الشباب الذين غرر بهم إذا وجدوا أنفسهم في حضن الشرعية فأهلا وسهلا صحيح فالبعض نفسه من اللي يحاربون الآن منحوثي يعني على بعض المسكوة يعني أسراء في عتق أو غير عتق يعني أكد أن الرجل اللي يجبون يجبون منشان أكلها ومنشان يعني قليل من المال ما في يعني مبدأ يعني استغلوا بعض يعني لم يأتي حبا فيهم وأنما فيه فيه كثير من استغلوا حاجته نعم استغلوا حاجته ومع صغيرة في السن طبعا أما بالنسبة كقبائل كقبائل يعني أي مرحلة يعني إن شاء الله للعاصمة الحزم فالقبائل إن شاء الله يعني على استعداد يعني هذا العمل الجبار اللي قام به مثل يعني الخالب الحرمين الشريفين بقات الملكة العرب السعودية والدول المتحالفة يعني هذا العمل العظيم من أجل هذا القبائل وهذا الأمة كيف ما بيقوموا بيقوموا بأنفسهم وبمالهم بأولادهم ونحن كان إعلاميين يعني لكم كل المنافذ لإصار رسالتكم يعني لليمني في الداخل والخارج بأنه التكاتف والعودة إلى الشرعية وتغليب لغة الحوار وتحييد السلاح والاتجاه للتنمية أعتقد يعني كان رائع جداً كان رائع جداً كان رائع جداً في أول ظهور لهم بعد التعيين طرح واضح ورسالة واضحة والمستقبل الزاهر إن شاء الله بإذن الله والرسالة من الكل يعني واضحة ولكن الإعلام الموجودة الآن في صنعه طبعاً يظل عمل تضليلي لكن إن شاء الله بإذن الله إذا سيطر الشرفاء على الإعلام فستتغير الرسالة والمضامين بالتأكيد هذه فطرة بسيطة إن شاء الله ويزوزون إن شاء الله بإذن الله بالتعليقك سيد أحمد طبعاً بالجهود الإغاثية اليمن الآن بحاجة كبيرة وماسة إلى جهود الإغاثية لماذا؟ لأن في الأصل لا يوجد لدينا دولة عندها مخازن استراتيجية توفر السلاع والتمينات ولا حتى لأسبوع واحد مجرد أن تنقطع السوق انتهت ولذلك الآن تحكمنا الميليشيات في اليمن تفرض سلطتها الواقعية ولذلك الشعب اليمن خصوصاً في مناطق التي تحت السيطرة الحوثية الآن يعانون بانقطاع في المشتقات النفطية انقطاع في الكهرباء هذه الأشياء حتياجات يعني ارتفاع في أسعار المواد الغذائية هذه من الأبواب التي يدخل من طريقها الحوثيين يعني إلى أبناء الناس وأبناء المواطنين فيستقلون حاجتهم إما يعني يعقدونهم بالقوة إما يعني يدفعوا لأهلهم مقابل مقابل أنهم وأحياناً يفرضون وكلهم أطفضر صغار يعني كلهم أطفضر يعني تحت الثامنة عشر يعني طبعاً أيضاً أنه يأخذونهم أحياناً أن يفرضون في الأماكن التي الحوثيين لهم سيطرة قوية ويستطيعون أن يفرضون واقعهم بكل قوة فيها هذه تختلف عن الأماكن التي دخلوها مؤخراً التي دخلها مؤخراً أن يحاولون أن يقربون في الوضع فيها لكن في اللي يفرضون سيطرتهم بشكل قوي عليها يخيرون الأسرة بين أن ترسل أبناءها للقتال في جبهاتهم وإما أن تدفع لهم مقابل مادي يعني كبير فلا يجدد الناس يعني مقابلات مادية فيضطرون إيش أنه يدفع إما يأخذونهم بالقوة أو يعني يدفعونهم يعني يدفعونهم أهلهم معهم ولذلك فهم يستقلون هذه الأشياء ولذلك أكثر يعني عناصرهم في ميليشياتهم من الأطفال من صار السن ولذلك البلد بحاجة أيضا ماسة للدعم الإغاثي وتدعيم الجهود هذه أيضا هناك مشكلة وهي العالقين في الخارج ولذلك يعني أعتقد أن الحكومة الآن بريادة الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائب الرئيس المهندس خالد بحاح بصدد يعني التعامل مع هذه المشكلة لأنه كثير من العالقين يستطيعون الوصول إلى اليمن وبعضهم مرضى وبعضهم يعني ذهب يعني في زيارات أو انتهت إقاماته في تلك البلدان وبالتأكيد يعني أن هذه لم تفت طبعا لم تفت لم تفت يعني أنهم ذهن القائمين على العملية ولكن والمجهودات فعلا بدأت سواء ماديا أو على أرض الواقع وصلت في هذا المجهود في هذا الجانب الدكتور صادق يعني حتى نقفل هذا الملف الأعمال الغاظية وأنت ذكرت أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا في مد يد العون من خلال ماذا ومن وكيف الولايات المتحدة والمجتمع الأوروبي بصفة عامة كما نقرأ وباتصالات مع عدد مجموعة من عضاء الكونغرس تحاول أن تقدم معونات إنسانية عاجلة والصليب الأحمر الأمريكي وعدد كبير جدا من المنظمات المدنية أيضا ستساهم بإغاثات إلى اليمن هاي شيء تقرر وننتظر متى يبدأ بالنسبة للإغاثات الإنسانية أنا أود أن أرجع في نقطة معينة أن التحالف فرض واقع جديد وهو واقع جيد جدا بالنسبة للعرب والمسلمين بوجود تحالف عسكري لإنهاء وخضاء على كل البجموعات من اليمن إلى داعش إلى قيرهم وهذا واقع جديد يقلس من دور الولايات المتحدة في الدفاع عن المنطقة أو التدقل في المنطقة ويوهل الدول العربية لتقوم بالدور الريادي في هذه ونحيي الملك الحازم سلمان بمناسبة هذه عاصفة الحزم وقراره الصائب السليم وأيضا نود أن نسأل جميع الدول المنطقة أن تشارك وأن تساهم في اللقاثة الإنسانية وهنا لك دول كثيرة وأيضا من دول آسيا اليابان والصين أيضا قرأت اليوم أنهم يفكرون في إرسال إغاثات إلى اليمن التحالف يجب أن يتعامل مع المجموعة في اليمن ومجموعات أخرى وهذه بداية جيدة إلى تحالف عربي وقفتنا الأخيرة في هذه الليلة ستكون مع الأحواز إيران تدعي ويدعي إعلامها والمطبلون لها في خارج إيران بأنها هي السد المنيع للشيعة وتصور ما يتم على أنها حرب سنية شيعية هي وأعوانها بالمقابل نجد أن إيران التي تدعي الدفاع عن الشيعة تنكل بالشيعة في الأحواز وفي أذربيجان بدعمها لأرمينيا يعني هي تفعل الشيء ونقيضه وثبت بما لا يدع مجال للشيعة بأن آخر ما يمكن أن تفكر فيه هي أن تدعم الشيعة وإنما تتخذ ذلك غطاء لتمرير مشروعها التخريبي نتوقف مع هذا التقرير ثم ناخد تعليق ذيوفنا الكرام من الستيديو ومن واشنطن حول هذه التناقضات الإيرانية فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر التضامن مع الشعب العربي في الأحواز تواصلت بمشاركة الحضور الذين توالوا على المنصة بكلماتهم ودعمهم للقضية الأحوازية وشعبها العربي المقاوم للاحتلال الإيراني وممارساته التعصفية ضد أبناء هذه الأرض العربية يأتي هذا المؤتمر ضمن سياق مهم جدا للدفاع عن قضية عادلة ومشروعة نسيتها الذاكرة العربية وغفل عنها الضمير العربي لأكثر من تسعين عاما من الزمن هذه القضية هي قضية احتلال الأحواز العربية التي تقطنها قبائل عربية أصيلة موجودة منذ فجر التاريخ احتلالها عام 1925 على يد الإيرانيين ضمن إطار مشروع كبير مشروع سياسي خطير وكبير لمحو الهوية لهؤلاء السكان تقدم واثغ الخطوة وأعلى من الثرية وبحسب المشاركين في هذا المحفل أن القضية الأحوازية اكتسبت بعدا أعمق وانتقلت إلى مرحلة جديدة في ظل الأحداث والمتغيرات الجارية في المنطقة بلا أدنى شك على أن نحن الآن نعيش أيضا على المستوى العربي والمستوى الإسلامي مرحلة أخرى تعتبر مفصلية فما قبل عصفة الحزم ليس مثل ما بعدها هناك تحولات كبرى على مستوى المنطقة أعتقد أن القضية الأحوازية تتماهى وتتماشى مع هذه التحولات وهذا الذي لمسناه في هذا المؤتمر نحن من خلال هذه الوقفة ندق نقوس الخطر لجميع أبناء الأمة العربية والإسلامية ولقادتنا في دول الخليج أنه يجب أن يستمر هذا الحزم وتستمر هذه العاصفة لكي تحسم قضية التصدي للمشروع الفارسي الإيراني لتبقى الأحواز عربية إسلامية وليبقى الخليج عربيا إسلاميا توصيات خرج بها المؤتمر علّها تجد في القريب العاجل موضعا لها على أرض الواقعة وترجمتها من كلمات إلى أفعال وواقع عربي جديد فيما يخص الشعب الأحوازي خرج المؤتمر بالتوصيات التالية أولا العمل على دعم المقاومة الوطنية الأحوازية على كافة المستويات العمل الجاد على تسهيل تعاطي الإعلام العربي مع القضية الأحوازية اتخاذ الأجواء العربية الإيجابية الناتجة عن عملية عاصفة الحزب والعمل على جعلها نقطة انطلاق لبناء المشروع العربي المتكامل لحماية الأمة ومقدراتها العمل على فتح مكاتب تمثيل للثورة الأحوازية في الدول العربية ومباشرة إلى ضيفنا الصادق الدكتور صادق خلف الله في واشنطن وتعليق أخير لو سمحتم على موضوع الأحواز وهذه القضية المنسية فعلا والتي تتعرض إلى تدمير منهجي من الإيرانيين قضية الأحواز موجودة من فترة طويلة وموجود مكتب لديهم في واشنطن والمجتمع العربي أو المجتمع العربي الأمريكي يتعامل معهم ويجب على الدولة العربية الموجودة في المنطقة التعامل معهم وأيضا تقديم يد العون إليهم هذه كبداية لصد العدوان الإيراني يبدأ أيضا من الحقوق المواطنة المواطنة المتساوية للأحواز نقطة سريعة بالنسبة إلى مساعدة الطائفة الشيعية في دول عربية الإيران لم تستطع مساعدة الإيراني الشيعي الموجود في طهران الشيعة طائفة محترمة ولها واجبات مواطنة في كل دول الخليج والدول العربية والإسلامية ويتمتعون بحقوق ولهم واجبات إيران يجب عليها أن تهتم بالمواطن الشيعي الموجود في طهران الذي دمرتها ودمرت إيران ورجعتها للقرونة الوسطى وحتى المواطن الشيعي الموجود في إيران الآن يهاجر ويلجأ إلى دول أخرى شاكيا وباكيا من النظام الإيراني هذه صورة حية نراها يوميا في خضايا اللاجئين الموجودين من إيران موجودين في أمريكا وفي أوروبا ولمسناها بأنفسنا يجب على إيران الاهتمام بمواطنيها والبعد عن التدقل في شؤون الشيعة العرب هم مواطنون عرب ينتمون إلى دول يجب أن تكفل حقيةهم ومواطنتهم ولهم واجبات نحو دولهم نحن في أمريكا عندنا المسيحي والمسلم والشيعي والسني والدولة هي أمريكا يجب أن يكون الدولة هي وليس الطائفة تدبع إلى طائفة أخرى في دولة أخرى وضع يا دكتور شكرا يا دكتور لم يعود لدينا وقت يا دكتور آسف جدا لم يعود لدينا وقت تعريق أخير شيخ عبد الحكيم والله بالنسبة نشكر الملك الحزم الملك سلمان بن عبد العزيز على سعود خانم الحرم الشريفين وبالنسبة للمشروع إيراني باختصار مشروع فارسي مجوسي في الوطن العربي وفي كل مكان بيصله الإيراني وصاحب الحزم إن شاء الله نقطة انطلاك المشروع الوطني إن شاء الله عربي إسلامي إن شاء الله بإذن الله بإذن الله دكتور الساد طبعا القضية الأحوازية قضية مهمة استراتيجية بالنسبة للعرب وكما يقال خير وسيلة للدفاع الهجوم يجب أن تدعم القضية الأحوازية كما أن هناك يوجد في إيران أكثر من 20 مليون سني لكنهم مهمشين ويعانون من أسباب قمعية وأمنية حتى مساجد ما يعانون حتى المساجد ليس لديهم وإذلك يجب أن يدعمونها أولا يعني عندما يدعم السنة في إيران وتدعم القضية الأحوازية العربية وتتسخر لها إمكانيات أعتقد أن إيران ستكف شرها عن المنطقة وستبقي شرها في داخل إيران إن لم تتغير من هذه العقلية الخبيثة عقلية القتل والتدمير إلى عقلية التنمية وتعطي الحقوق والحريات لكل مواطنيها فهذا إما ستتغير إلى هذا الشيء أو أنها بداية ثقوط لهذه المنظومة الإيرانية الفارسية نعم غدا بمشيئة الله تعالى سوف نركز في معظم حلقتنا على الخطاب الدعائي الإعلامي الذي تنتهجه إيران من خلال وسائلها من خلال بعض رموزها ومن خلال أذرعتها والمحاربين عنها بالوكالة على امتداد الوطن العربي ونحاول من خلال خبراء ومختصين في حلقة الغد أن نفتت بعضا من جوانب هذا الخطاب الإعلامي السياسي الإيراني مع ضيوفا من داخل وخارج المملكة وبطبيعة الحال من اليمن الشقيق في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر للدكتور الصادق خلف الله رئيس المعهد الأمريكي الدولي كان معنا من واشنطن شكرا دكتور صوت يا صلى الله عليه وسلم نحن نحن نهني جلالة الملك السعودي بعاصف الحزم بارك الله فيك وشكرا أيضا للشيخ عبد الحكيم بن عجاج النهدي من مشايخ اليمن شكرا شكرا لك بارك الله فيكم نشوفك على خير نلتقي إن شاء الله في جيرتكم هناك أهلا سهل وأيضا الكاتب والأستاذ المحلل السياسي الأستاذ أحمد رناح شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم ولكم أنتم أيها الإخوة والأخوات هذه الأبيات من قصيدة الأمير عبد الرحمن بن مساعد قصيدة هول الحزم والتي استدعى فيها القصيدة التاريخية لأبي الطيب المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم على قدر هول الحزم تهذي العمائم وتأتي على قدر الذهول الشتائم يعيد لهم سلمان ذيقار مهلكا ويفني ذيول الفرس من الضراغم أديم حديث الإفك فالحق أبلجو أديم حديث الإفك فالحق أبلج وهل لطريق الحق تهدى البهائم فنحن حماة الدين سادات عصرنا وذلك ما لم يستسغه الأعاجم عصيفة الحزم مستمرة والتغطية مستمرة شكرا لكم من جميع الزملاء وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر